اصدر مجلس التعليم العالي بياناً للطلباء يتعلق بآلية التقديم أو تقديم الامتحانات النهائية في ظل تطبيق المستوى الأصفر احترازياً في مملكة البحرين وأوضح البيان أنه بناء على إعلان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المتضمن الانتقال احترازياً للمستوى الأصفر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا فإن آلية تقييم وتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2021-2022 لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي ستكون اختيارية بإتاحة خيار تقديم الامتحانات إما حضورياً أو عن بعد ونوه مجلس التعليم العالي إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق جهود الحفاظ على صحة وسلامة طلبة مؤسسات التعليم العالي والكادر التعليمي والإداري دعماً للجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا